يعني بالطبع كما حصل في الماضي في قاعدة العند ما حصل في هذه القاعدة استهداف قوات النخب من الكوات الشرعية المؤقتة التي تتخذ عدا عاصمة لها ليس بالأمر البريء هناك تواطم ليس سرا نلاحظ إن كان مع تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية داعش أو تنظيم القاعدة لكن ربما أيضا مع جماعات أخرى جماعات إخوانية الطابع أو جماعات عندها أهداف معينة في منع قيام الدولة اليمنية من داخل اليمنيين هناك اختراقات ليس هناك من شك بأن هذه الاختراقات إن كانت قبلية حزبية جهوية إسلاموية أو متشددة هي وراء هذا الخرق الخطر الذي يتكرر ويصيب البنية اليمنية بأضرار كبيرة